السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم عزائي المشاهدين من كل ما كان على قناتكم قناتنا بدى المعلومات على اليوتيوب زي ما تعودنا في تجديم كل ما هو هادف ومفيد النهاردة هنشرح طريق الربط صفحتنا على تويتر بالفيسبوك بحيث ان لما تنشر اي منشور على تويتر بيزهر على طول دايرك على الفيسبوك زي ما تعودنا دايما افكركم دعم القناة بلايك الفيديو لو عجبك ومشاركة الفيديو على اماكن تواصل الاجتماع حتى يستفيد غيرك وازا كنت تشاهدنا الاول مرة بعد عقب الضغط على زر للشراك اسفل هذا الفيديو تفاعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد حصل على قناتنا قنات نبد المعلومات زي ما احنا شايفين كده يا شباب هندخل على الصفحة بتاعتنا على تويتر زي ما احنا شايفين احنا كاتبين اه تويتر دوت كوم فوق هنا على الصفحة الرئاسية طبعا احنا لو دخلنا عامنا على الموبايل مش ينفع تظهر لنا الخطيارات ديتها لنا يعرف نربط الصفحاتنا صفحة تويتر على الفيسبوك فعشان كده انا رخصت لكم الطريقة آآ ظهرة على المتصفح آآ جوجل كوروم او متصفح عشان نربط الصفحة بتاعة تويتر على الفيسبوك لازم نفتح طبعا من خلال الكمبيوتر زي ما احنا شايفين كده وذكرت ان لازم هنكتب تويتر دوت كوم وهنسجل دخول على حسابنا الحساب بتاعنا هي بفاتح بالشكل دويتي وده الصفحة الرئاسية اللي معروفة اللي تقدر تطلع على اخر الاخبار بتاعة اللي منشورة على تويتر زي ما احنا شايفين كده وبتشوف جاب كلمة تغريدات هنا لايكونة بتاعتك اللي هي خاصة بصفحة شخصية بتاعة تويتر آآ طبعا هتخش برضو على الفيسبوك وهتسجل برضو دخول آآ على الصفحة بتاعتك زي ما هتشايف كده عامل تسجيل دخول على الصفحة من خلال برضو الكمبيوتر آآ وتب بظاهرة بالشكل ده آآ ده معناه ان انا مسجل دخول زي ما احنا شايفين كده علشان يما يجي افتح على تويتر وادخل على الاعدادات بيديني على طول ان انا مسجل دخول على الفيسبوك عادي جدا هنيجي يا جماعة على الايكون اللي موجودة جنب التغريدات داته ونضغط عليها ونزل على حاجة اسمها الاعدادات والخصوصية الاعدادات والخصوصية هنضغط عليها هتفتح لنا الصفحة زي كده هنيجي على من الجنب هنا تحت الصفحة الصفحة الشخصية هنيجي هنضغط على التطبيقات والاجهزة زي ما احنا شايفين كده الاختيار ده تطبيقات والاجهزة هنضغط عليها ضغطة زي ما احنا شايفين كده يا شباب يوم دوسنا على التطبيقات ولا اجهزة زهرت لنا قائمة هنا بالتطبيقات من ضمنها ايكونة الفيسبوك هنضغط على معرفة المزيد. معرفة المزيد. زهر لنا صفحة بالشكل ده هتيجي هنا عن ملاحظة الرابط تحديثات الفيسبوك وتويتر هتيجي هتضغط على الرابط ده. وهتيجي هنا على كلمة رابط ملف الشخص بحساب تويتر. هنضغط عليه ضغطة. وهنا هنعطيه الصلاحيات للتطبيق. جرى عادة للتوزيل. زي ما احنا شايفين كده تم ربط ملفك الشخص في الفيسبوك بتويتر. زي ما احنا شايفين كده كل حاجة اتربطت ما يبقى فيه تحديث ازا كان منشور هتنشر على تويتر بتنشر على الفيسبوك وهكذا. صور اه اي فيديو. زي ما احنا شايفين كده هنعمل حفظ التغيير. وننتظر شوية. دي كمان حفظ. عشان نتأكد ان هو تم الحفظ. زي ما احنا شايفين كده تم الحفظ. لو احنا عملنا حاجة كده على السريع. لو جمنا عملنا اي منشور على الفيسبوك كده نشوف ايلا هيحصل. نعمل مشاركة من على الفيسبوك كده ونعمل منشور نشوف ايلا يحصل. احنا كده عملنا منشور على الفيسبوك وروح على تويتر. نعمل آآ للصفحة على تويتر ونشوف ايلا حصل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة عملت منشور على الفيسبوك ظهر اللي هنا على تويتر دايريك. اهو. هنكفل بس الصفحة دي ونكفل الصفحة دي. هنروح على تويتر زي ما احنا شايفين لو كتبنا مثلا اي منشور على الفيسبوك. طبما تفكر. لو جمنا نشرنا كده من على الفيسبوك اي حاجة. هنروح على تويتر نعمل للصفحة. نشوف المنشور جي هنا. او لا لأ. زي ما احنا شايفين كده المنشور جي وجي هنا على تويتر. زي ما احنا شايفين. باتفكر المنشور اللي انا لسة نشرنا من شوية المنشور ده. ده ان نشرحه النهاردة واما متنسه نشي يا جماعة بلايك الفيديو لو عجبك. احنا اجتماعي. ودعم الفيديو